السلام عليكم مطروح صحرة والغرداء كمان صحرة بس الاتنين موجودين على البحر فلو انت محتر تروح مرسة مطروح ولا تروح الغرداء فانا هقدم لك في الفيديو ده شوية اختلافات بين المدنتين ويمكن ده يساعدك تاخد قرار في الموضوع ده والكلام اللي هقوله هيكون حسب خبرات الشخصية ولو حد عنده اضافة تزود الفكرة فياريت يتفضل ويكتب معلوماته او ملاحظاته في التعليقات بالنسبة لمرسة مطروح فمرسة مطروح دي هي اكبر مدينة في محافظة مطروح وهي عاصمة المحافظة يعني المحافظة اسمها مطروح والمدينة اسمها مرسة مطروح الجو في مرسة مطروح زي اسكندرية لان مرسة مطروح دي على البحر المتوسط في الشمال فجوها لطيف برضو حلو في الصيف طيب انت غالبا هتنزل في شقة في مرسة مطروح وكل يوم هتروح مكان تفسح فيه والمكان ده غالبا هيكون شاطئ مختلف كل يوم اما الغرداء بقى الغرداء هي اكبر مدينة في محافظة البحر الاحمر وهي عاصمة المحافظة الجو في الغرداء حر جدا في الصيف ويعتبر معتادل شوية ولطيف او بارد سنة في الشتاء في الغرداء انت غالبا هتنزل في فندق وهتفضل فيه طول المدة اللي انت قاعدها هناك 4 ايام 5 ايام 3 ايام زي ما يكون ويارد تشوفوا فيديو اجمل 8 فنادق اللي انا عاملوا للغرداء وممكن برضو تقعد شقة في الغرداء وتنزل كل يوم تروح رحلة بحرية بالمركب او غوص لجزر الجفتون او تروح شاطئ عام مطروح على فكرة متعبة اكتر من فنادق الغرداء لانك هتاخد تاكسي او مكروباس او ماشي على رجلك علشان تتنقل من سكنك للشاطئ مثلا ساعات سوئين التاكسيات يا جماعة بيشدوا معاك لو ما اتفقتوش على الاجرى من الاول فانت تتفرج على فيديوهات اللي انا عملتها المرسى مطروح علشان تكون حفظ البلد وفاهم اماكنها كويس واماكن الشواطئ كلها وما حدش يستغلك كمان في مرسى مطروح هتطلب الاكل من المطاعم او تعمل انت الاكل في السكن والمطاعم احسن لك طبعا علشان ما تضيعش الوقت بتاع الفسحة في المطبخ يعني انت ممكن تنزل مثلا تشتري اتنين كيلو سمك وترجع البيت تنظفهم وتخسلهم وتوديهم المطعم يتبلهم ويشوهم لك او تشتري السمك من المطعم وتخلي المطعم هو اللي يعمل كل حاجة وانت بتاخد السمك الماشوي جاهز وتعيش حياتك بقى ولو ما عجبكش طعم الاكل بتاع اي مطعم تروح له فبلاش تعمل عنده اكل تاني او تاكل من عنده تاني شوف مطعم غيره وعلى فكرة مش شرط يكون المطعم عليه زحمة وزبان كتير ممكن تجرب الاول المطعم الكبير ولو ما عجبكش طعمه روح للمطعم الصغير او روح كل يوم مطعم مختلف وجرب اكل مختلف وطعم مختلف ده على حسب راحتك لكن عموما مطروح مليانة مطاعم وفيها كل المحلات الممتعة للأسرة المصرية كمان في مرسة مطروح هتعوز تشتري مية معدنية جلونات كبيرة 11 و15 و19 لتر وتاخدها الشقة علشان تشرب وتطبخ منها كمان ولازم تأكد على صحب الشقة اللي هتأجرها منه ان في خزانات مية في العمارة من فوقه تكون مليانة مية لانه زي ما قلنا مطروح دي صحرة وبعيدة تماما عن مية النيل وحنفيات النيل لازم كمان تتأكد وانت نازل شقة في مرسة مطروح ان فيها غاز طبيعي او يكون فيها انبوبة متجهاز مليانة لانه ممكن السمسار او صحب الشقة يعقدك علشان تغير الانبوبة اللي فاضية اما في الغردقة فانت طالما نزلت فندق فغالبا مش هتخرج منه طول المدة بتاعت الفسحة بتاعتك خصوصا لو كان بعيد عن وسط البلد انت هتكون باشا وقدامك اكتر من مطعم والبوفي ما فتوح معظم الوقت فيه الاكل بانواع كتيرة والمية والحلويات والفكهة فمش هتتعب في تحضير الاكل ابدا انت في الغردقة رايح تتبسطه بس وما تقولش هم تحضير او شرى الاكل وطالما نزلت في فندق في الغردقة فالواجب على موظفين الفندق او الاصطف انهم يعملوك احسن معاملة كأنك ضيف جاي عندهم في البيت بتاحهم انت كسائح او زبون او جاز تدافع فلوس علشان تتبسط وتتدلع مش علشان موظف يكشل في وشك او يكلمك بطريقة مش لطيفة وانت كمان مش زنبك مثلا ان موظف الفندق ده بياخد مرتب مش كويس او الادارة مطلعة عينه في الشغل دي مسألة اقتصادية جماعة تتعلق بحقوق العمال وحقوق الانسان وتجبر رأس المال وزيادة السكان والبطالة وازمة كورونا ودي مش موضوعاتنا دلوقتي انت دفعت يبقى لازم تاخد خدمة لائقة مقابل الفلوس اللي دفعتها ده حقك لكن في نفس الوقت انت كزبون بلاش تتعامل مع الموظف ده بشكل فيه تعالي وانك باشا وهو خدام لانه هو انسان محترم زيه زيك وهو مضيف وانت عنده بيته ضيف وبلاش كمان حضرتك تخالف اي تعليمات مكتوبة صادرة من ادارة الفندق ولكن لازم اتباع اي تعليمات او نصائح وفي حاجة كده ساعات بعض الناس بيعملوها لما يروح يتغدوا او يتعشوا في البوفي بيكونوا مثلا اسرة من اربع افراد كل واحد فيهم بيملالوا حوالي ست طباق طبق رز طبق خضار وطبق سلطة وطبق لحوم وطبق فاكهة وطبق حلويات وطبق بطاطس وسلطانية شربة وغيره هو اصلا مش هيقدر يخلص كل الاكل ده يجد عنده الواحد مننا بيته يتغدى بطبق واحد فازاي اخينا ده يتغدى بخمس ست طباق في طاقة واحدة انت ممكن تاكل اللي انت عاوزي وتشبع وتتبسط لكن من غير ما تهدر كتير كده في نعمة ربنا وياريت يا جماعة الزبون مننا اللي يروح فندق هو وعياله ويدخلوا مطعم ما يوقعوش فاتفوت ترزى عالتربيزة لازم نحافز عالتربيزة اللي احنا بنكل عليها نضيفة يعني بلاش لو كلت حاجة فيها السوس زي المكرونة بالسلسة تبهدر المفرش اللي عالتربيزة طيب نرجع تاني الموضوع مطروح هو اي فسحة غالبا بتحب اللمة والعدد الاكبر بس في مارسة مطروح بالذات لو عددكم قليل فغالبا مش هتتبسطه قوي وهتملوا بسرعة مطروح تعتبر ما فيهاش حاجة غير البحر اللي هو اجمل بحر في الوطن العربي والعالم كله بدون اي مبالغة البحر الجميل اللي في مارسة مطروح ده حاجة حلوة جدا فهتحس انك رايح هناك تكلم نفسك وهتمل من البحر وتخرج منه بسرعة لكن لو العيال معاهم عيال تاني فهيتبسطوا اكتر وهيلعبوا سوا ولو البنات معاهم بنات هيتبسطوا اكتر ولو الشباب معاهم شباب فساعتها حلوة البحر هتكمل باللمة الحلوة والصحبة المتفقة واللعب والضحك والهزار حتى لما تخرج تتمشى في شوارع مطروح وتتمشى على الكورنش الجميل بتاعها فكل الانشطة دي محتاجة صحبة اكبر ومحتاجة هيصة شوية اي سفر محتاج الجسم الخفيف لكن زي ما قلتلكم من شوية ان فسحة مطروح متعبة اكتر شوية او يعني عاوزة مجهود بدني شوية فهي هتكون انسب للشباب والاشخاص اللي حركتهم خفيفة وسهلة عليهم التنطيت والجري بالنسبة للسفر السفر المرسى مطروح ممكن باطر نوم من القاهرة او الاطر المكيف والاطر عموما بياخد وقت طويل من القاهرة المرسى مطروح ممكن يوصل لسبع ساعات وتمية ساعات والمفروض ان نهاية السكة الحديد بتنزل الاطرات جديدة المطروح والاطرات دي بتشتغل في فترة الصيف فقط ممكن تسافر مرسى مطروح كمان بالميكروباس من عند موقف مشعل في شارع الهرم هناك هتلاقي ميكروباسات بتود اسكندرية ومطروح والأجرة حوالي 115 جنيه ممكن كمان تسافر مطروح في توبيسات جوباس ادخل موقعها ومشوف الاسعار بنفسك بالنسبة للسفر للغرداء فما فيش خط سكة حديد بيروح الغرداء لكن غالبا السفر بيكون بوئتوبيس سوبر جد والمسافة من القاهرة وسط البلد رامسيس لغاية مرسى مطروح 445 كم من طريق العالمين والمسافة بين القاهرة والغرداء 432 كم من طريق العين السخنة فتقريبا المسافة واحدة ساعدوني ان اكمل مئة الف مشترك في القناة شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا